أولاً نراكم بكم في نظرة الوطن قولة تقصصات النكوبة في سوق العمل الواقع والتحديات وشاكرين لكم جداً تلقيتكم الدعوة لقدور هذه الندوة من أجل إثراء النقاش وفتعلهم فائدة أكبر للمستمع البحرين ككل هناك يعني القريج هناما يختار تقصصهم مع بعد تخرجه يصطلم بالواقع أن هذا التقصص متشبع أو غير موجود أساساً وجهة نظركم أو كيف واجهة الخريج هذه التحديات بسم الله الرحمن الرحيم أولاً يعني بعد ما نشكركم على هذه الاستضافة وصراحة الموضوع موضوع جد مهم ونتكلم عن المعوقات التي تواجه الخرجين للدخول على التخصصات أنا أبدأ أن الخرجين إذا كانت الوجهة معروفة بالنسبة لهم ما هي التخصصات التي يحتاج لها السوق فراح يكون طريقهم واضح في أنه يدخلون السوق فإذا كانت الوجهة والرؤية واضحة للطالب أو الخريج نفسه كان الطريق سألك بالنسبة للوصول إلى الهدف المنشود وهو العمل في سوق العمل لكن إذا كانت الرؤية غير واضحة بالنسبة له الرؤية واضحة غير واضحة ما معناتها؟ معناتها سوق العمل غير واضح لديه بما هو مطلوب في المستقبل بعد سنتين بعد أربع سنوات بعد ست سنوات ما هي الوظائف المطلوبة في مجال القانون؟ ما هي الوظائف المطلوبة في مجال الصحة؟ ما هي الوظائف المطلوبة في مجال الهندسة؟ مع علمنا بالمتغيرات التي تطرع على هذه التخصصات والتخصصات الثانية هناك تغيرات كبيرة موجودة على التخصصات إذا كان سوق العمل غير مدرك طبعاً سوق العمل معناه الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إذا كانت غير مدركة لهذه التخصصات في المستقبل صارت هناك ضبابية هذه الضبابية تنعكس على سوق العمل وعلى الخريج نفسه الخريج نفسه غير قادر سنخلنا نسحب يخريج شوي إلى الوراء لما كان طالب في الثانوية هل كانت الرؤية واضحة للطالب وهو موجود في الثانوية يعني على علم ما هو التخصص المناسب له أصلا إذا كان غير واضح بالنسبة للطالب ما هو المناسب له حسب شخصيته والآن قد تتكلم عن كثير من الاختبارات التشخيصية موجودة في الدول الاختبارات التشخيصية تحدد شنو؟ تحدد شخصية الطالب وحسب شخصية الطالب ما هي التخصصات المناسبة في المستقبل أن هذه الشخصية شخصية اجتماعية خلف مجالة روح اجتماعية إما في التسويق إذا كان مجال الاجتماعي عندك قوي أو في مجال السوشيولوجي علم الاجتماع أو غير من التخصصات ولكن إذا أنت كنت الغير جيد في المجال الاجتماعي كشخصية كيف راح تدخل في المستقبل في مجال راح تقدع فيه في المستقبل فإذا إذا كانت أيضا كان يفقد التوجيه المهني الموجود في المدارس أو التوجيه أو المسار المهني ممكن نفصل بعدين في الجامعات هذه راح يترك ضبابية عند الطالب والخريج لا في المدرسة بتكون عنده رؤية واضحة ولا في الجامعة والسوق العمل أيضا غير واضح للتخصصات في المستقبل فصارت هناك ضبابية عامة في المؤسسات التعليمية ولدى الطالب أو الخريج يعني في التخصصية أو الوضوح في الرؤية راح يوضح وريح الطالب أو الخريج في المستقبل الله تعالى إن شاء الله نترك المجال للبكترون لأسأل أعطي مليون الفضل السلام عليكم نشكر جيرية الوطن على تحت لفرصة نقشة تحديات سوق العمل لأن أعتقد التحديات سوف يعمل تحديات كبيرة وسوق العمل يعني كلمة سهلة وصعبة التنفيذ يعني مجلس سوق العمل تتكلم مو سوق العمل سوق العمل عبارة على الأرض وطلب الشركات والمؤسسات في القطاعات الأمن الخاص التعرض وضائف والطلب سوري أني طلب والباحث العمل يعرضون المهلاتهم يعرضون قدراتهم على الشركات إذن حال المؤامة بين الطلب العرض والطلب هاي سعبوا في أن نصار حالي في السوق شما نعرف السوق العمل شيء عالمي ممحلي سابقا كان يعني خلنا أقول نتكلم عن البحرين والمدخل خليحين عالمين بسبب تكنولوجيا لذلك حني لازم نتهم ما هو السوق العمل نتهم من التقنيات الناشئة أي حالية حالية نتكلم عن هونمي نتكلم عن عالم يعني هل ممكن نهتمل على التوظيف داخلي لا ممكن أن نوظف حاليا وحيبرة في المحرين بالتلفون بالسكايب إذن ممكن سواء مقابل ووظف ممكن سواء عمل وحيبرة وحيبرة وحيب البحرين إذن العولة ما صار حالية في سواء تختلال واثرت على سوق العمل نحن نتكلم عن سوق العمل سوق مخلخة سوق يعني يعني بزعج الكثيرين خصا البحث للعمل سوق العمل نحن في البحرين عاشينا حاليا مشكل كبرى الوظافة موجودة والشواغر موجودة مشكلة نحن نمكن العموان اللي نبي موجودة ما قاعد يعني تعطي فرصة حق البحريني البحريني نحن حاليا في وضع الصعب ووضع آنين يعني ممكن ضايق ما عرف وين هاي المجال روح عاش في وضع ضباوي يبحث يقدم يتدرب ياخذ الكورسات ياخذ المهلات يكري عنده عنده الخبرى بعد ما قاعد يعطينا الفرصات وين ما أدري في خلال صار وحنا بنعرف وين خلال أو وين الأوقات اللي ممكن تتعزز وضع البحريني هال البحريني أو هال البحريني هال بحث العمل خريج ما يعرف وين مسارة ما يعرف شو المطلوب في سوق العمل ما هي وظائف إذن وظائف الموجود حاليا يعني تقريبا حسب الحصائي ما هي تقريبا ستبئة خمس ستبئة خمسين وظيفة تقريبا أو هن موجودة في المطروح في السوق وعلى الأجانب في الوحرين حاليا القوة العاملة الأجنبية تقريبا ستبئة خمسين ألف أجنب في سوق الأمل أجانب إذا قدرنا يعني عشان أنواعا بين المطلبة سوق العمل والباحثة العمل نريد أن نعرف ما هي الوظائف هذه السين على الباحثة العمل نسوي إعلانات النزل ما هي مميزات في الوظائف ما هي طبيعة الوظائف البحرين حاليا كانوا أنا أبحث أقدم وظائف ما في السيابة هل نقدر نخلي أو نشوف جهة معينة وهي تسوي تكون حلول توجد حلول ما هو ولل خلل هل في الباحثة العمل هل في الشركة هل في الوظائف المعلنة طبعا نحن ما قلنا الوظائف حاليا نحن البحرين قاعدين شوي يعني تحتاج متخدم يعني شما قلنا التكنولوجيا قاعد سارع الثرق قاعد سارع إذا ما تحرك نصرحنا للخلف دول وجوار دول حوالي قاعد تخدمون نحن نبوي نركز ونشوف مائل على الوظائف المستقبلية هل دكا صناعي مطلوب في البحرين هل ندار نواطف في في وظائف المستقبل عشان يكون نخفف بين القاب أو الفيوة بين البحث العمل وسوق العمل من حد التوقف اخينا تكلمنا عن الموضوع تخصصات سوق العمل المطلوب والتحديات التي تواجه الخرييين في مجال تخصصات العمل وبعض الفرييين اصطدموا أنه لا يوجدوا ولا تخصوا المطلوب سوق العمل حابين شوفوا نظرتكم لدينا الحديث مع الدكتور خارن بسام وخارن حمد وأستاذنا من السورة اول شي أشكركم بشكل كثير على هذه الدعوة الحقيقة بصحيفة الوطن وهذا السبق الحقيقة هذه السنة لا شك أول شي التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعية والتعليم الفني هو متطلب الزامة نحن في حاجة إليه ولكن يبقى السؤال الآن هل أول شي سوق العمل هي ما يجب أن تكون على سوق العمل هذا السؤال وجد مهم أم أن سوق العمل هو ما يجب أن يكون عليه متطلبات التنمية اللي احنا نتمنى أن نصل إليها لأن الجامعات يعني مفروض تكون هي جزء ممن يخطط لما نتمنى أن يكون عليه سوق العمل يعني أحيانا سوق العمل يعني مش هو ما يجب أن يكون يعني في متطلبات ووظائف معينة يعني يجب أن تكون موجودة هي غير موجودة لأن سوق العمل يتكلم من من بعض المحلات والمصانع وبعض المؤسسات زين في أمور مهمة يجب أن الدولة تركز عليه لابد أن يكون عندي مثلا هذا التخصص عدد معين في ذلك شلون أنا أشجع الطلبة للتخرج علشان يصلون إلى هذا التخصص يعني لا أتركها فقط لسوق العمل وكأنه عرض وطلب لابد أن يكون هنا تخطيط يعني هل أنا أريد مهندسين مثلا كهربائيين كم عندي علشان البلد تطور وتمشي كم أريد هل أنا عندي أخصائي العلاج طبيعي كفاية لما يجب أن تكون عليه متطلبات التنمية ومتطلبات الحياة أنا ليش بي يعني يعني أنا ممكن يعني ما أعطي تراخيص لأي نادي لعلاج صحي ولا لأي مثلا مستشفى ولا وقل ما في طلب أنا لازم أشوف المتطلبات العالمية والنسب هل هي موجودة أو لا وتعمل الحكومة الدولة على توفير هذه في البداية الجهة الثانية نحن والجانعات والمؤسسات التعليمية أيضا لا بد أن نعرف إحنا أن خريج الجامعة لا بد أن يكون على قدر كبير من الأشياء التي تجعله يستطيع أن يتحور أو مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل يعني ما يكون فقط متخرج طبيبه لا يعرض غير هذا الشيء وإنما يكون عنده المهارات الأساسية للتكيف مع متغيرات العمل يعني أنا لما أخرج يعني قانوني أو محامي زين هل هذا المحامي مؤهمي بأبور الكمبيوتر هل هو يعرف إكسل شيت يعني شنو هل هو يعرف الديتا البيز اللي بيشتغل عليها عشان يطور نفسه هل هو يعرف أحصاني شوي يعرف في حسب نسبة المتغيبين نسبة الحاضرين أم يعني إذا بالروعة وبنخرج وتخبث بجمود واحد بتخصص في المحاسبة وما يعرف في المحاسبة وتخرج في الهندسة ما يعرف غير هوا ورح نصطدل في دولة صغيرة مثل البحرين بمتطلبات سوق العمل ليش لأن عددنا معدود وإحنا دولة صغيرة إذن يجب أن نفكر تفكير مختلف يجب أن يكون سريج الجامعة عنده مهارات قراءة مهارات كتابة مهارات كمبيوتر مهارات رياضة رياضيات ومهارات أيضا في الأمور الدجيتال مهارات يجب أفضل شكرا مهارات مشكر للوطن على الصدافة وإن كنت ليست بعيدة على الوطن يعني مجال إعلامي في حضرت في الجلسة دي في هذا المكان أكثر من مرة لكن حضور هذه المرة متطلب حقيقة مع قامات كبيرة جدا يعني تتخلي فرصة أننا أتحدث مع القمامات وأنا أخذ واحد برضا عشين أخطبس من بعضهم كلمات قضية لها أبعاد كتير من أولا تتكلم على تخصصات اللي احتاجها مملكة البحرين فلازم يكون رؤية مملكة البحرين هذه هي رؤية تجاه المشاوعة الصناعية تجاه المشاوعة التجارية تجاه المشاوعة استثمارية تجاه مشاوعة زراعية أنت احتياجك في الفترة القادمة ورؤية مملكة البحرين أحدث الإصدارات عندنا في الوطن العربي نقول والله إحنا عايزين اشتياجات للوظائف 2027 2030 معين نادي ستراجع من ألمانيا بيكرموا احتاجات وزار 2040 فالناس قدام شوية حطين بلان قلي 15 سنة قدام عارفين البيان رايح لفين مشكلتنا في الوطن العربي حيال الوطن العربي كله مشكلته إنه كل خططه مدى قصير سنتين نطلع في الهوغ كده وعن فكرة أنا بأعظر الشباب الحقيقة هلاقي شباب مرة كده كله رايح على صيدلة وانا كنت واحد منهم في بطن حلوة صيدلة فلوسها كويسة نفتح الصيدلية بعد شوية لقيت في مصر جنب كل صيدلية بين صيدلية وصيدلية 100 كل الناس داخل صيدلة كل الناس الاتجاه لنفس الاتجاه وانا برجع وقول انا عازل الطالب لان هي مشكلة مش مشكلة الطالب الحقيقة مشكلة هي مشكلة المجتمع الاول ان المجتمع محبطة الشرائية انا محتاج وظائف واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين ارجع اعول على الجامعات وقولي المشكلة عند الجامعات لا هي مشكلة عند الجامعات في جزئية اولا ما كانش عندنا في الجامعات رؤية اللي هو حاجة بنسميها الكريل ادفايزور طلعا عملينا عندنا اكاديميك ادفايزور معروف اخش من الجامعة اخد اكاديميك ادفايزور بتاعي ما جاليش حد اسم كريل ادفايزور ليه ما جاليش اكاديميك ادفايزور لا سبب كترة جدا واحد اولها الحقيقة انا بشوفها معظم جامعاتنا كان هناك ضوابط يعنينا كمان الفترة القادمة ان شاء الله ما جالستعليمي علي في التطور النفس وكمان فدور الجامعات عن طريق رؤية الادفايزور اللي لازم يكون واضحة بالنسبة بالنسبة لهم وساعتها يزيد عدد اللي جايين من قطاع الصناعة اكتر من الاكاديميين اللي هم مع كامل كل التقدير طبعا هي دي الاكاديمي دور مهمة جدا لكن اللي جمان جاي معها خلفها من قطاع الصناعة مهمة جدا في قيادة المنظومة دعيبا دلوقتي كلنا سابقا ما كانش الانفتاح الكبير اللي في العالم وبنتكلم على وظائف محدودة احنا شايفينها بعينينا انها جوة المجتمع الوقت الوظائف بقت خارجية الفررانس بقت موجود في كل حياتة اصبع ان حضراتكم انا ابني في دمع حاليا مع زميله في تانية بيزنس تانية بيزنس داخله الشهري خمسة وعشرين الف دولار انا ابحرني الشام بيشغال في السكس اشتغال بعد ما حقق شوية ارباح من السكس راح بعد كده حضراتك بدأ يستثمن في العقارات وقال لك المبدأ المعروف في البزنس ما تحطش كل الاستثمارات كلها بول واحدة فبقى بيستثمن في العقارات بيستثمن في الاسهم بيستثمن في شعائف الشركات داخله الشهري خمسة وعشرين الف دولار وسنه وعشرين سنف شاف رؤية مختلفة وراء لص بورد الحقيقة لص بورد ان يجايلهم الاهل بس يعني الفكرة فولها ان في وظائف احنا مش شايفينهم العالم دلوقتي كله بعد حتى بعد الكورونا بالذات بقى في حاجة اسمها online job كتير جدا قرارك حتى حتى الفكري التعليم التعليم على النهاردة ما قلتش محتاج ان انا ممكن اتعاقد مع جمعة فلانية قرارك فش دلوقتي بريطانيا بالذات شاف كام وظيفة عضو هيئة الريس online بس نزمة online learning عملا بتزيد اخر حاجة اسمها في المملكة العربية السعودية مش متأكد من مصدر الصحة المعلومة انهم بيدفعوا الجامعات دلوقتي الى سبعين في المية من المقررات تبقى online فبهو دلوقتي بيعمل كام ده ايه عايز يجيب experience من برة بدل ما اروح اجيب اكس نين فيجر في مجال الحندسة لأ انا ممكن اخليه يخش يدرسلي وممكن اعين معاه current structure معاه لو فيه حالة practical محتاجة مني ان يكون معاه current structure يوريره ازاي والتبت اس ولا كلام من ده فهو دان main idea وبعدين فيه current structure معاه بيساعده نوعه فالفكرة ان احنا بمبصع بس على الوظائف الداخل من مملكة البحرين وان احنا عايزين خرجلنا fit للوظائف جوا من مملكة البحرين شوية صعبة شوية من مملكة البحرين ده احنا قل لكم يقولوا حانهم مخدودة اوكي عارف ان فيه وظائف كتير جدا يشغلها غير البحرانيين وده دور الدولة وعلى سمير المثال يعني لا لحص مثلا من مملكة العربية السعودية عاملة اجراء في قطاع المحاسبة يعني انا شوية يعني انت رست ان انا عارف قطاع المحاسبة بصبت ان انا كنت عميد لكلية العلم ادارية قبل من تقل لكلية الاعلام عن تقل لأول لكلية اعلام لكن تخصص المحاسبة من تخصصها لانا ببوصلها بشكل غريب شوية عدد الوظائف الموجودين في مملكة البحرين امبر من عائد اصريجين الجامعات في مملكة البحرين وبرغم الاول ما زال في بعض الوظائف غير شغيرة من البحرانيين لا تيجت اسباب كثيرة جدا لالحصر لها لكن دور الدولة تتخذ المملكة العربية السعودية مثلا عملت ايضا لك اذا كانت الشركة على سبيل المثال فيها عشر موظفين يبقى ساعتها لازم يكون معاهم واحد محاسب اذا كان مش عارف الشركة دي انسيها تلاتين موظف يبقى لازم يكون محاسبين قد كذا ويستسنوها كذا وهكذا توصل لشركات الليئة الكبيرة لازم يكونوا محاسبين من مملكة البحرين